يا له من فأل حسن حين يكون للإنسان من اسمه نصيب وقد تحقق هذا مع الإمام الذهبي فكتبه أثمن من الذهب وهو الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله ولد في فالث ربيع الآخر سنة 73 وستمئة وكانت بداية طلبه للعلم بتحفيز من البرزالي فقد قال عنه الذهبي هو الذي حبب إلي طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به وهكذا ينبغي أن نكتشف مهارات أبنائنا ونحفزهم على تنميتها رحل الذهبي إلى البلاد في طلب العلم وأخذ العلم عن شيوخ كثيرين منهم ابن عساكر والدمياطي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيوخه في معجمه الكبير نحو 1300 بالسماع والإجازة مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا وله المؤلفات المفيدة والمختصرات الحسنة والمصنفات السديدة ومن مصنفاته سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ وغيرها من الكتب النافعة الماتعة رحل العلماء إليه وتتلمذوا له ومن أشهرهم الحافظ ابن كثير صاحب التفسير وصلاح الدين الصفدي وتاج الدين السبكي وغيرهم وقد كان قائما بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف ومن أقواله الفقه قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيه قال البدر النابلسي عن الذهبي كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغني عن الإطناب فيه وقال عنه تقي الدين السلامي كان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضرة غالب أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال في العبادة له ورد بالليل وعنده مرؤة وكرم وقال الزركشي كان على الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو أهات فقد بصره قبل موته بسنوات وتوفي بدمشق في ليلة الاثنين فالف ذي القعدة سنة ثمان واربعين وسبعمائة رحمه الله رحمة واسعة ترجمة نانسي قنقر